النزل بضم الزاي وبسكونها يقال في العربية النزل بسكون الزاي والنزل بضم الزاي وفي الحالين النون مضمومة أيضا النون مع ضم النون وضم الزاي وضم النون وسكون الزاي النزل يراد به ما يهيأ للضيف من الطعام ومن الإقامة إكرام الضيف وحسن استقباله وتهيئة ما يليق بمقامه من حيث كونه ضيفا على أهل البيت يطلق عليه في العربية نزل ويتوسع العرب الآن في كلمة النزل فيطلقونها على الفنادق والفنادق ليست للضيافة يعني من ناحية عملية حقيقية اقتصادية بمقابل لكن من باب المجاز ومن باب استخدام اللفظ العربي هذا القديم الجديد والنزيل هو النازل الذي ينزل عند أهل البيت أو في هذا الفندق يقال له نزيل وقد يطلق على المريض في المستشفى أيضا لما يناله المريض في المستشفى من العناية والاهتمام وغير ذلك